سيدي سؤال عن القراء الذين رحلوا عنه كبار القراء من مصر ومصر هي مملكة القراءة والإقراء في العالم الإسلامي كله أنا سيدي لا أرى أن المجودين والقراء الكبار من أمثال الشيخ المنشاوي والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ عبد الباصط والشيخ الحصري هؤلاء قوم لا أظن أن الزمان سينتجه لن يتكرر جيل فريد من نوع لا لن يتكرر الله أكبر واللي يقول خلاف كده يبقى مكادر خلاص وأنا أقوله كذلك سبحان الله طفرة طفرة حتى حضرتك أقولك على حاجة نعم بصمات هؤلاء المنشاوي نعم مثلا نعم الحصري نعم عبد الباصط نعم يقلدون يسيرون على نفس المدرسة نعم أما أن تأتي ببصمة جديدة فريدة من نوعها إذن دعني أقول علماء الأسوات والصوتيات والأتوا بالمقامات ومصر أتت بقراءات لها بصمات لا تتكرر مش كده الله أكبر هؤلاء لهم المقامات الصوتية والقراء في مصر لهم البصمات وأكد كلام حضرتك لعم هذا الحصر الله يرحمه كان يعرف حاجة عن حاجة مسمى المقامات لا أبدا أبدا وقارأ بمقامات عديدة الله أكبر المنشاوي يرحمه يعرف أبدا المنشاوي يا سيدي يقولون المنشاوي بحر المنشاوي إذا قرأ بصوته الحزين آية تتحدث عن سقوط المطر سارعت للمس ثيابك خشية أن تبتل لأنه يضعك تحت المطر يا سيدي الله أكبر سيدي بالله عليك من من القراء المصريين القدامى يحبب إليك سماعه حضرتك شوف إذا يعني سألت هذا السؤال فسوف أجيبك بعدة إجابات ست إجابة واحدة لأنت تقرأ تسألني عن من يحب أنا حبي للقراء القدامى خاصة الضابتين وهو كلهم يعني ضابتين ولكن هناك هنات نعم لا أذكر اسمها أحد ولكن من الناس المقربة إلى قلبي جدا 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 محمد صديق المنشاوي محمد صديق المنشاوي قراءة المتقين نسميها يا سيد روح قراءته فيها روح صحيح قراءته فيها روح قد يكون الشيخ الحسري كذلك عندي أقرب إلى قلبي وأحب اسمه جدا ولكن كراءة الشيخ الحسري فيها شيء من التحقيق والمنشاوي كذلك فيها تحقيق ولكن تحقيق المنشاوي تتخلله روح الكراءة سبحان الله روح الكراءة في القرآن تحس كأنها تتخلله الشيخ الحسري صدق حتى الأستاذ أبو إسحاق الحويني الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظ يهب المنشاوي جدا يموت في المنشاوي قال بين هذا الرجل وربه سر أحسنت وبين الحسري وبين ربي والله الحسري أحسه ورعد قراءته كجلمود صخر قارئ لا يمكن صوت من السماء يا سيد الشيخ عبد الباسط ورقة صوته ومصطفى إسماعيل ومصطفى إسماعيل أرحمه الفن كله بس أنا بتكلم على جانب تاني الله أكبر نعم نعم نعم